ليس جديداً في إيران أن تغل الشوارع غضباً بأصوات متظاهرين على نظام الحكم سيماً اقتصادي في البلاد على مدى أعوامٍ ماضية أبرزها ما حدث في الفين وتسعة عشر احتجاجاتٌ شملت قطاعاتٍ مهنية مختلفة جديدها قتيلٌ على الأقل وإصاباتٌ في صفوف متظاهرين واعتقال عشراتٍ منهم في عددٍ من المدن الإيرانية بحسب وسائل أعلامٍ محلية في طهران الاحتقال الذي بدأ في الأيام الأخيرة أكده ناشطون على مواقع التواصل ببث مقاطع مسورة لتظاهرات الليلية عبرت عن الغضب من سوء الأوضاع المعيشية سيما مادة الخبز التي تعتبر عنصر الحياة الرئيسي ولا يخفى على أحدٍ حقيقة الملف الاقتصادي الإيراني الذي يواجه عقوباتٍ أمريكية وغربية بفعل سياسات الملف الأمنية الإيراني في المنطقة من جهة والاتفاق النووي المتلك من جهةٍ أخرى وبعد ارتفاع سعر الطحين والخبز وموادٍ عدة من السلع الغذائية كانت شرارة انطلاق احتجاجاتٍ واسعة في البلاد الأمر الذي شهد مواجهاتٍ بالضرب بين محتجين ورجال أمنٍ إيرانيين كما هجم محتجون في مدينة إيذا بمحافظة خزستان متاجر استهلاكية وأضرم النيران في مساجد وفق ما أفادت الوكالة الرسمية إيرنا وبين أعلان رئيسي سلسلة إجراءاتٍ اقتصادية والدخول إلى سعار حيز التنفيذ رسمياً قبل أيام نزل مواطنون إلى الشوارع للمطالبة بإيقاف تلك الإجراءات التي وصفوها بالمشحفة سياساتٌ اقتصادية قد تعرقل مسيرة الرئيس الإيراني مع شعبه وتتعقد أكثر في حال لم تحقق نتاج الاتفاق النووي أو العلاقة الإيرانية الغربية أي أهدفٍ إيراني لمسها الإيرانيون على أرض الواقع